السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية يحتاج مرضى السكر الى عناية خاصة واهتمام بنوعية الاطعمة التي يتناولونها على الدوام وخلال شهر رمضان المبارك تزداد الحاجة الى المزيد من الاحتياطات نظرا للتغيرات التي تطرأ على نظامهم الغذائي وفيما يلي مجموعة من النصائح لصيام امن وصحي لمرضى السكري بحسب موقع فارم اس الالكترونية من الضروري مراقبة نسبة السكر في الدم عدة مرات في اليوم عند الافطار تناول الاطعمة بشكل معتدل وبدون افراط وهو ما يتماشى مع فكرة الصيام عبر مراقبة كمية ونوعية الاطعمة التي يتم تناولها خلال الافطار حاول تجنب المشروبات السكرية وابدأ افطارك بالفواكه الطازجة او المجففة مع شرب الماء والعصائر الصحية تناول الحلويات باعتدال تجنب هذه اذا كان ذلك ممكن تناول الكثير من الفواكه والخضار انتظر لمدة ساعتين على الاقل بعد الافطار قبل النوم تجنب تناول الكربوهيدرات المعقدة قبل النوم في وجبة الصحور حاول ان تضمن المواد الغذائية المغذية مثل الحبوب الكاملة والفول والعدس ابتعد عن الاطعمة المقلية يمكنك تناول الارز ولكن بشكل معتدل شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن اشتركوا في القناة